اشتركوا في القناة جنود المدمرة كول وهي المدمرة التي يتهم البدوي بالوقوف وراء الهجوم عليها في عام 2000 كانت القيادة العسكرية للجيش الامريكي قد اعلنت عن تنفيذ ضربة جوية في مارب تمت في الاول من ينائر الحالي حيث افاد المتحدث باسم القيادة المركزية الامريكية العقيد بالاربان عن علمه بالتقارير التي افادت بان جمال البدوي قتل بضربة جوية لا تنحصر العملية العسكرية التي استهدفت البدوي على كونها انتقاما امريكيا على ضحايا المدمرة كول بل تشير وفق محللين الى نية واشنطن باستمرار ضرباتها الجوية وهو ما يفسر قيام واشنطن بعملية اخرى بعد ستة ايام من عملية البدوي حيث افادت مصادر محلية في مديرية القطنة بساحل حضرموت باستهداف طائرات بدون طيار لمسلحين يشتهبه انهم من عناصر القاعدة فيما يبدو فان مقتل البدوي مثل بالنسبة لواشنطن انتصارا جديدا على القاعدة في اليمن لكنه وفق مختصين بشون القاعدة لن يؤدي الى القضاء عليها طالما ظلت الحكومة غائبة عن ادارة المناطق التي تتواجد فيها القاعدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر